من جهة أخرى علنت بريطانيا تعليق كل الرحلات الجوية القادمة من شرم الشيخ والتي كان من المقرر أن تغادر المنتجع السياسي مساء اليوم باتجاه بريطانيا حيث جلت أجيل إقلاعها من أجل السماح لخبراء بريطانيين بتقييم الوضع الأمنية وكان مكتب رئيس الوزراء ديفيد كامرون قد قال في بيان في وقت سابق اليوم إنه لا يمكن القطع بالسبب الكامن وراء تحطم الطائرة الروسية ولكن مع تكشف المزيد من المعلومات تنام قلق من أن الطائرة ربما تكون قد أسقطت بعبوة وتحطمت الطائرة الروسية